في تقرير لها عن احتلال العراق وما عقبه من تداعيات على العالم أجمع أكدت المنظمة صحفية الدولية بروجيكت سينديكيت نقلاً عن كريس باتن آخر حاكم بريطانياً لهونغ كونغ ومفوض الاتحاض الأوروبي السابق لشؤون الخارجية أن أرث احتلال العراق وراء عدم الثقة والانقسام العالمي وأن هذا الاحتلال كان أحد أكثر الصراعات ضرراً في القرن الحادي والعشرين التقرير أكد أن حرب احتلال العراق لا تزال تطارد السياسة العالمية وتهدد التعاون الدولي العابر للحدود وأن هذا الاحتلال مثل هجوماً مباشراً على نظام الدولي القائم على القواعد من قبل جورج بوش مهندس الحرب الرئيس ما أدى إلى تقويض المعايير الأوسع لسيادة الدولة وعدم التدخل في شون الداخلية للدولة وتغيير الأنظمة الوطنية بالقوة ومع انخفاض العلاقات الأمريكية الصينية الروسية إلى أدنى مصوياتها منذ عقود بيان التقرير أن أشباح حرب العراق منعت التقدم في حل التوترات السياسية والأمنية والتجارية والتكنولوجية بين الدول بل وفاقمتها وما الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الأمن الغذائي العالمي وما تبعها من أزمات في الشرق الأوسط والعالم من أجل النفوذ والسيطرة على بعضها إلا دليل على ذلك صحيفة واشنطن بوس أكدت أن ودير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز طالب بتعلم الدرس التاريخي من خطيئة احتلال العراق عام 2003 بالدعام تلاكيه أسلحة دمار شامل أمام كبار المسؤولين في السيايه أثناء مؤتمر عقد في التاسع عشر من أذار لمناسبة مرور عشرين عاما على احتلال العراق التقرير وأن لم يكن الأول في ملف احتلال العراق لأنه أكد أن الاحتلال الأمريكي لهذا البلد كسر المعايير الأخلاقية والدولية وعر الإدارة الأمريكية بعد عشرين عاما من ترك العراق ليكون مثالا للفشل والفساد السياسي وسطوة الأحزاب والميليشيات على الدولة